تعتزم المملكة أصدر سكوك دولية جديدة قيمتها بين 3 و 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة وأوضح رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف أن السكوك الدولية المزمعة في الربع الثالث تتوقف على التوقيت والتسعير وأوضاع السوق وبالتأكيد العرض والطلب يشار إلى أن المملكة كانت قد أصدرت أحدث سنداتها الدولية في يناير لجمع 7 مليارات دولار ونصف المليار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار